اتسمت المعلومات التي وردت عن المرأة في الأندلس بصفة عامة بالندرة وإذا أضيف إلى ذلك ندرة المعلومات عن أهل الطوائف الحرفية من الرجال سيتضح أن الحديث عن المرأة التي تصدرت للعمل الحرفي ستكون فيه المعلومات شحيحة بقدر أكبر فالمصادر الأندلسية لم تسعفن بمعلومات وافية عن المرأة بصفة عامة فكيف الحال بشأن المعلومات المتعلقة بالمرأة الحرفية؟ فعلى سبيل المثال نجد الحميدية في كتابه جذوة المقتبس في ذكر علماء الأندلس يترجم لتسعمائة وأربعة وثلاثين من الرجال في حين أنه يترجم لثلاث من النساء فحسب أما ابن بشكوال فقد يكون من المؤرخين الأندلسيين الذين أنصفوا المرأة الأندلسية ولو نسبيا وذلك مقارنة بسابقه الحميدي فحين نجد ابن بشكوال يترجم لألف وخمسمائة وخمسة وعشرين من الرجال نجده يترجم في المقابل لخمس من النساء ولم يختلف حال تراجم الضب وابن الخطيب وغيرهما من المؤرخين عما ذكر في المثالينا السابقي لم يقتصر العمل في المجال الحرفي على الرجال فحسب بل شاركت فيه النساء أيضاً فأسهمت المرأة في المجال الحرفي في المجتمع الإسلامي منذ صدر الإسلام حيث تذكر المصادر نسوة مارسنا بعض الحرف والمهن حيث عملت بعض النسوة في صنع الأكسية أو صنع الملابس وعملت في البيع والشراء بمعنى مارست النساء حرفاً مختلفاً فتجدهن معلمات للبنات يعلمن القصائد والأشعار كما اشتغلت المرأة طباخة في البيوت وخبازة وطحانة وحجامة ومعلمة ومارست مهنة غزل النسيج حتى كان للنساء سوق خاصة يابعن غزلهن فيه كما عملت بعضهن في تنظيف القطن والكتان عند القطانين والكتانين كما اشتغلت المرأة في الأندلس في مجال الغناء وعزف الموسيقى أضف إلى ذلك أشارت النوازل إلى عمل المرأة في الأندلس كحاضنة أو مرابية فاشتهرت البعض من النساء الأندلسيات بحبهن للعمل حتى أن بعضهن كنا يشترطن في عقود زواجهن ألا يمنعهن أزواجهن من ممارسة حرفهن وكنا يجتهدن في إتقان الحرفة وإجادتها شأنهن شأن الرجال بل كنا في بعض الأحيان يتفوقن على الرجال في بعض الحرف التي لم تكن تؤثر بشكل كبير في رعاية الأطفال أو أعمال المنزل مثل النسيج والغزل وكان يمارس هذه حرفة الغازل والنسيج الزوجة والأبناء لمساعدة الأب في عمله أو بهدف الارتقاء بمستواهم المعيشي وهو ما أسهم في تنشيط الحرف ورواجها في الأندلس خاصة وأن الأسواق الأندلسية كانت تستوعب معظم هذه المنتجات الحرفية لكثرة الطلب عليها فكانت المرأة في الأندلس إضافة لعملها في المنزل وتربية الأطفال تساعد زوجها في تأمين متطلبات الحياء بمعنى اختلفت مشاركة المرأة لزوجها في المجال الحرفي باختلاف بيئتها ففي الريف خرجت المرأة الأندلسية إلى الحقول حيث كانت على سبيل المثال في موسم الحصاد تذهب لتساعد زوجها أما المرأة في المدينة فقد خالطت أهل الحرف في العديد من الحرف مثل الغزل والحجامة والتطبيب وغيرها وفي هذا الصدد يقول ابن حزم الأندلسي في وصف الأعمال الحرفية للمرأة في الأندلس فمن النساء كالطبيبة والحجامة والصرافة والدلالة والماشطة والمغنية والكاهنة والمعلمة والصناع في الغزل والنسيج وكان للنساء في الأندلس سوق خاصة لبيع منتجاتهن الحرفية كما أن الحاجة دفعت بالمرأة في الأندلس إلى أن تشتغل في الفنادق وقد نهى أهل الحسبة عن ذلك يقول ابن عبدون لا يكون متقبل فنادق التجار والغرباء امرأة فذلك عين الزنا وتشير كتب الحسبة إلى أنه لم يكن ينبغي التعامل مع النساء في البيع والشراء إلا من قبل السماسرة والشيوخ الثقات الذين عرفت عنهم الأمانة والنزاهة والفضل وبالتالي كان من مهام صاحب الشرطة في الأندلس تفقدوا المواضع التي يجتمع فيها النساء ويقمن فيها ببيع غزلهن وكان يعاقب كل من يجلس في طرقات النساء ويضايقهن الخلاصة أن المرأة في الأندلس عملت في مجالات متعددة مثل الغزل، الطهي، والتنظيف، والتعليم وساهمن في دعم أزواجهن ماديا ومعنويا بل بعضهن كن شغفات بالعمل لدرجة أنهن اشترطن في عقود زواجهن مواصلة العمل في حرفهن بعد الزواج وكان لهن أسواق خاصة لبيع منتجاتهن الحرفية ورغم المشاركة الواسعة للمرأة في الأندلس في الحياة الحرفية كانت هناك ضوابط وقواعد للتعامل معهن في البيع والشراء يتم عقاب من يخالفها وقد اختلفت أعمال المرأة في الأندلس بطبيعة الحال من القرية إلى المدينة لاختلاف طبيعة الحرف والمهن المتوفرة والرائجة في كل منهما في النهاية، ضع رأيك في التعليقات إذا أعجبك الفيديو ولا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة دمتم في أمان الله